بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نشرح اول محاضرة من المحاضرات التوليد اللي تحشيل عن صراحة هي هاي المحاضرة من المحاضرات المعيودة علينا واللي ما اخذيها بالمرحلة الثانية بمادة الامبريولوجي فهي عبارة عن مقدمة للي رح يصير بالمحاضرات الجاية فخلنشوف بهذه المحاضرة رح نتعلم انه شلون رح تتم عملية او التخصيب يعني شلون او وين رح تلتقي السبيرم بالاوفم او وين رح تلتقي النطفة بالبيضة في مكان معين وبأي يوم رح تلتقي يعني ممكن من هذه الارقام تجيني امسكيو وبعدها رح نعرف انه وين بالضبط المكان مال غرز الجنين او يعني البيضة المخصبة وين رح تنغرز باليوترس او بالرحم يعني هذه الامور كلها رح نعرفها بهذه المحاضرة زيان فبداية الفيرتاليزيشن هي عملية لاتحاد فيوجن السبيرماتوزون يعني هذا السبيرم وهذه الاوفم اثنين هم رح يتحدون لما يتحدون سويا رح تصير عندي عملية اسمها الفيرتاليزيشن السبيرم يحتوي على نصف العدد الكامل من الكروموسومات يعني يحتوي على 23 كروموسوم والاوفم تحتوي على 23 كروموسوم فبالتالي لما تصير عملية الفرتليزيشن راح يرجع العدد الكامل للكروموسومات اللي هو 46 وهذا 46 هو عدد الكروموسومات بجسمي وبجسمك وبجسم أي إنسان موجود على الكرة الأرضية عدد اللي بيهم متنازمات فالعدد الطبيعي للكروموسومات بجسم الإنسان هو 46 فأنا إذا السبيرم بيها 23 والأوفم بيها 23 لما يندمجون سوية راح يوصلون للعدد الكامل زين وين مكان هذا الفرتليزيشن أو وين زين لما نندمجه وصاره 46 كروموسوم راح تتكون عندي فتشيء اسمه زايقوت زايقوت يعني الجنو يعني البيضة المخصبة وهذه البيضة المخصبة هي المسؤولة عن تكوين الجنين اللي راح يتكون من خلالها الجنين وين راح يصير مكان التخصيب أو الفرتليزيشن راح يصير بالأمبولاري بارت أوفذي يوتراين تيوب هنعدنا هذا اليوترس وهذا اليوتراين تيوب وهذا الأوفري أو المبيض هنا يتم إنتاج البيض وبعدين راح تطلع تستقر هنا بفت مكان معين يسمونه الأمبولة وهنا الدور راح تجيها للسبرم وتمشي عن طريق هذا التيوب وتوصل لهذا المكان اللي موجودة بالبيضة وراح تتم عملية الفرتليزيشن وين بالأمبولاري part أوفذي يوتراين التيوب هذا ممكن يجينا أمسكيو إذن أنا ليش سويت عملية الفرتليزيشن على موضي يطلع لي الامبريونيك ديولوبمت على موضي ينتج يعني يصل لأمبريو أو يصل لجنين واثنين نريستور the chromosome number of the species احنا عدنا 23 و23 أريد أرجع الرقم للأصل اللي هو 46 فرح أرجع بعملية الفرتليزيشن لما نأدمجهم وين راح تصير الفرتليزيشن بالأمبولاري part أوفذي يوتراين تيوب زل الفرتليزيشن هي شنون راح تتم هاي العملية يقول لك أولا يتم إنتاج السبرم بواصلة التستيس أوكي اللي هنا ذن التستيكيولار تيوب والأبيديد ماس والفاس ديفرنس والمدرشن وهالسوالفاي فرح تطلع مننا للسبرم تتمشى تتمشى إلى أن توصل إلى فت منطقة بالجنيتيال وليس كلمة للميل اللي هما مال الرجال اسمها السيمينيفيسيكل أو سيمينيفيسيكل هاي السيمينيفيسيكل ورح أضيف عليها فت سيمينفلود هذا السيمينفلود يعني مثل ما نقول أنه يخليها تبقى عايشة الفترة أطول هذا السيمينفلود وهو همبي تغذية لها للسبرم ويخليها عايشة الفترة أطول إذن راح تطلع السبيرم من التستيس وتتمشي الى ان توصل الى مكان اسمه Seminal Physical فبالSeminal Physical راح ينصب عليها شي اسمه Semen او يسمونه الحيامن باللغة العربية هذا السيمن اللي راح ينزل على هذا السبيرم راح يخليها عايشة الفترة اطول وبنفس الوقت راح ينطيها غذاء او اكل اوكي فلما نمشت هنا صار هسا عندي هنا Sperm with Seminal او with Semen هسا هنا Sperm with Semen او يسمونه Seminal Plasma يتمشي يتمشي طلع من Mel Genital System وراح لل Female Genital System راح تدخل هذه السبيرم عن طريق الفجاينة وبعدها راح تدخل عن طريق السيرفكس بعدها راح يروح هذا السمين البلازما او هذا السيمن اللي حصلناه من Seminal Physical خلاص هنا عمره راح ينتهي وراه نص ساعة الى اربعين دقيقة وبعدها تبقى بس السبيرم وتروح وين تروح لل Uterine Tube اللي حتناها قبل شوي يعني هسا هذا Uterus بس مقلوب يعني كأنه ما نايم اوكي فدخلت السبيرم من الفجاينة وبعدها راحت للسيرفكس وبعدها لل Uterus وبعدها راحت وين Uterine Tube اهنا قلناه ذبت السيمين مالتها او Seminal Physical او Seminal Plasma عفو خلاص دوره وراه 30 الى 40 دقيقة اذا السبيرم راح تعوف التستيس واللي شايلة تكون 23 كروموسوم بس ما تقدر تسوي بالفجاينة بالفجاينة راح يصير سبيرم والSeminal Plasma اللي اخذتها مننا واللي اخذتها من الفجاينة طبعا زيان راح توصل للسيرفكس خلال ثواني اللي هو هذا السيرفكس ورا 30 الى 40 دقيقة راح تعوف البلازما وراها وراح تتمشي السبيرم الى ان توصل لليوتراين تيوب اوكي اهنا خلي نحفظ في التركيب تيين من تراكيب السبيرم هذه هي السبيرم الطبيعية خلي نحفظ بس هذا البلازما الممبرين وهذا الأوتر أكروزوم الممبرين اللي هو هذا وهذا الاحمر اوكي ذول راح يفيدوني بعديا وراح نعرف وظيفتهم بالسليلات الجاية زين الفرتليزيشن احنا عدنا هذه السبيرم العادية اللي تحتوي على 20 23 كروموسوم ما تقدر ما تقدر تسوي فرتليزيشن وحدها إلا إذا لازم تكون عدها خاصية وخاصية الأكروزوم ورياكشن شنو خاصية يعني باختصار راح تخلي السبيرم تكون ستشرونج اندبندن سبيرم يعني تقدر تعتمد على نفسها يعني شنو تقدر تعتمد على نفسها يعني راح تصير بها تغيرات كيميائية وفيزيائية راح تخليها تقاوم لأنها راح تسلك هذا الطريق كله شوفها راح تعبر من هنا من الاكسترنال جينتال سيستم ما للميل وتروح للفجاينة ما الفيميال للسيرفيكس لليوتراس للأوتراين تيوب وبعدها راح توصل للأوفم يعني شوف هذا الطريق اشقاط طولة هذا طريق جدا طويل فبالتالي لازم تكون هي قوية حتى تقدر تقاوم وتوصل لحد الأوفم فبالتالي لازم تكون عدها الكاباستيتيشن الكافية اللي هي تخليها strong independent sperm وبعد أكروزومر ريكشن اللي حتناها قبل شوية قلنا أريدكم تعرفون أنه عنده بلازما ممبرين وأوتر أكروزومر ممبرين ذول راح يتحدون سوية وينطون يفد إنزيمات هذه إنزيمات قادرة على اختراق منه قادرة على اختراق الأوفم وتدخل جواها قادرة على اختراق البيضة وأن تدخل شنو جواها إذن الكاباستيتيشن يقول لك هي تغيرات فيزيائية وكيميائية بالسبيرم اللي راح تخليها hyper motile قوية and able to bind and fertilized تقدر تروح تتحد وتخصب أو أو سايت أو البيضة أوكي إذن مثل ما اتفقنا أنه راح تخليها strong independent sperm تقدر تعتمد على نفسها تخليها hyper motile أسرق على متوصل بسرعة وبنفس الوقت تقدر سوف fertilization acrosomal reaction قلنا راح يتحد الplasma membrane مع السبيرم ويالأوتر acrosomal membrane هم مع السبيرم واللي راح يطلعو لي hydrolytic and proteolytic enzyme انزيمات محللة ومكسرة اللي تكون necessary for penetration the corona radiator شنو الكورونا رادياته احنا نعرف أنه هذه الوفم الجدار المحيط بها أو الغشاء المحيط بها من بره يسمونه corona radiate زين فالacrosomal reaction هذا في الرياكشن أو في التفاعل راح تطلع من عنده انزيمات قادرة على تكسير الكورونا radiate والدخول إلى داخل الأوو سايت أو الأوفم أو البيضة كلها مسئميات واحدة زين هس الfertilization قلنا ياابة الأوفم هم راح تعوف الأوفري من نانو وتقدر وتصنيع البيضات وين بالأوفري أو بالمبيض راح تأخذها هذه من نانو مثل ما نقول الفنبري اللي هي مثل يعني مثل الأصابع اللي تسحبها وبعدها راح تروح وين لل uterine tube أو الفالوبين التيوب اللي هي قناة فالوب زين شلون راح تتحرك البيضة هنا عن طريق أكوسيليا موجودة هنا راح تتفعها مثل الأهداب وأكو برستالتك موفمنت شلون الأمعاء راح تتقلص وتنبسط تتقلص وتنبسط إلى أن توصل البيضة إلى المكان المطلوب اللي هو للأمبولة وبعدها راح تصير بها عملية الfertilization إذا نحنا قلنا منك جاني سبيرم ومننا طلعت للبيضة فهنان راح يتلاقون وين بالأمبولة أوكي هذا يخلوها ببالكم الملاحظة زين الأوظم أو البيضة لما تطلع منها هم راح تكون محاطة بأخشية هاي الأخشية اسمها كورونا رادييتا وزونا زونا باليوسيدا إيجي أخشية اسمها كورونا رادييتا وزونا باليوسيدا وعرفنا شن الكورونا رادييتا اللي مساح ترقتها والزونا باليوسيدا راح تتأخذها منه الفنبريا اللي هي هذان اللي هنا نراسمهم وبعدها راح تروح تور لحد ما تروح للأمبولة شنون راح تروح بايسل The ciliary movement اكون هنا نسيلة أو أهداف هي اللي تدفعها ويصبح الأمبولة وبعدها سيصبح بها الـ Fertilization الـ Result من الـ Fertilization ستكون عندي الزيغوت أو البيضة المخصبة البيضة المخصبة مكونة من سبيرم وأوفم أو بيضة Extrusion of the second polar body هذا يسوال فيما الانقسام الاختزالي بالصف السادس الإعدادي يقولنا أن البيضة سيصبح بها أجزام قطبية بيضة وجسم قطبي أول وثاني وثالث إذن سيتكسر ويضمحل ويروحاً وتبقى عندي بس البيضة Restoration of the chromosome number الـ Fertilization سوف أرجع على الكروموسومات العرض الطبيعي الـ Fertilization هذه الزيغوت أو البيضة المخصبة تحتوي على سبيرم وأوفم الموريولة يقول لك هذه الزيغوت التي تحتوي على سبيرم وأوفم هذه الزيغوت ستبدأ تنقسم وتصبح خليتي تصبح عبارة عن خليتين واحدة بصف الثاني شي سموه هذان الخليتين يسموها بلاستومير شي سموهن بلاستومير وهذا الـ 2 سيستمرن بالإقسام إلى أن يصرن 4 8 خلايا 16 خلية لما يصرن 16 خلية سيصبح اسمهم موريولة موريولة يعني الموريولة هي تجمع من الخلايا عددهم 16 خلية فهذا الموريولة وراء الزيغوت فورميشن يقول لك سيصبح انقسام خيطي وراء الانقسام الخيطي ماذا سيصبح عندي؟ سيصبح الـ بلاستومير هذه هي البلاستومير تكونه من 2 ساعة وراء شقد وراء 30 ساعة وراء ها ستبدل البلاستومير تكمل الانقسام مارتها بالانقسام الخيطي اللي هو اللي هو نفس الميتوسيس سيصبح 4 8 16 لما توصل 16 ستجمع ويصير اسمها الموريولة الموريولة وراء ثلاثة أيام تبقى باليوتيراين تيوب وبعدها تروح لليوتيراين كافتي يعني تروح لليوترس تمشي البراستالتق الموجود بقلنا في السلي مام من التيوب المت لليوتيراس اوكي وتدخل عن طريق اليوتيراين استيم بيه يوم بليوم الرابع هاي مهمه تدخل له اليوتس يعني اننشوفه هناانization راح Paulo ويقول cavesو راح تتمشي مننا هاي الموريولة وتدخلي هنا عن طريق اليوترين استيم شواكت راح تدخل بليوم الرابع اوكي بليوم الرابع راح تدخل هذه Eren الموريولة لليوترس وراها هذه هي الموريولة نفسها رح يظهر بنصها تجويف رح يقسمها إلى نوعين من الخلايا خلايا أسميها البلاستوسيست وخلايا أسميها شنو الامبريوبلاست أو العفو خلايا أسميها تروفوبلاست وخلايا أسميها امبريوبلاست خلايا أسميها التروفوبلاست اللي هي هاي الحمرة والخلايا السعودة أسميها امبريوبلاست هاي الامبريوبلاست اللي رح تكون للأمبريو أو الجنين وهذه اللي هي اللي تروفو بلاست الامبلانتيشن وين راح يصير راح يصير يا أما بالبوستيرير أو أنتيرير شنو يعني قلنا احنا انه هذا المبيض وهذه الفلوبينة يوب وهذا اليوترس قلنا يا أبه هاي البيضة جاي تمشي هنا تمشي هنا الدور لمن وسطت لليوترس زل لمن توصل لليوترس اذا بقت تمشي ممكن تطيح وتروح لذلك لازم يصيرها امبلانتيشن لازم يصيرها انبات مثل ما نقول انبات يعني غرز يعني كنت تبقى ثابتة وين تبقى ثابتة يا أما بالبوستيرير أو بالأنتيرير wall of the menu of the body or the fundus of the uterus يعني هنان هنان فوق راح يصير لها شنو راح يصيرها implantation وين بالإندوميتريام احنا قلنا انه اليوترس يتكون من 3 طبقات اندوميتريام مايوميتريام والصرازة زيان فهنان هو راح يصير الامبلانتيشن وين بالإندوميتريام بالأنتيرير أو بالبوستيرير شوكت باليوم السادس أو اليوم السابع أوكي واللي راح يصادف يا يوم من المنسترال سايكل اليوم العشرين احنا قلنا نعرف انه المنسترال سايكل تجي كل 28 يوم اللي هي الريولر تقريبا كل 28 يوم تجي زيان ففي اليوم العشرين راح يصير الامبلانتيشن ورا الأربع احنا شوف هناك وعدنا عدد يعني عدد اسمه 28 اللي هو فترة اشقت كل المنسترال سايكل كل اشقت تجي يقل لها يابع او تجيك البيضة او المريضة تقول لك كل 28 يوم تجي تجي المنسترال سايكل زيان يابع بيا يوم تصير المنسترال سايكل تقول لك يابع باليوم أربع طعش اوكي باليوم أربع طعش اللي راح يصير رعدها النزف مثل ما نقول أو اللي يسموها هي النزف راح يصير رعدها بيا يوم يوم الأربع طعش ليه شي هذه أمور يعني مكن اللي جتفيتكم حسن بس أهم شيء تعرفون أنه يابا راح يصير الامبلانتيشن باليوم السادس واللي راح يصادف اليوم العشرين من الريجولر من السرال سايكل الامبلانتيشن راح يصير بفور ستيج أول جيل أبوزيشن تختار المكان بعدها إدهيجن تلتسق بالجدار بعدها سوى بنتريشن تثقب وبعدها سوى انفيجن وتغزو هذه المنطقة ويثبت الجنين وين بالبوستير او الانتيرير يوتيراين وال اللي هو هنا راح يصير ورها راح يصير عند الديسجوى شنو الدسجوى؟ الدسجوى هو الاندومتريوم نفسه عني يوتيروس النفس livre الاندومتريوم مايوم 보여드�رام والسرازة الاندومتريوم هو نفسه راح يصير اسمه دسجوى وراما يصير الامبلانتيشن او وراما تجي هذه البيضة المخصبة سيتحفز البروجستيرون يتحفز البروجستيرون يستطيع هذا الاندومتريوم يزيط بالتكاثر مالتا ويزايد بالبلد سبلاي مالتا ويساوي ثيك على مود يقدر يحافظ عليه من على الجنه فبالتالي هذا التفاعل اللي صار نتيجة اللي افراز البروجستيرون اسمي دسجوال ريأكشن إذن هسا الدسجوة هي نفس الاندومتريوم دسجوال ريأكشن شنو يقول لك راح يزيد الستركشور and the secretary activity of the اندومتريوم in response to منو to brogesterone يقول لك لما صار لما صارت عملية الاندومتريوم انفرز البروجستيرون لما انفرز البروجستيرون سوالي سوالي دسجوال ريأكشن اللي هو زيادة بالstructure والsecretary activity مال منو مال الاندومتريوم اوكي ازين هذه الاندومتريوم الوظيفة مالتها هي تعتبر site of implantation يعني مكان للاندومتريوم اللي قلنا هي دسجوال نفسه منو نفسها الاندومتريوم بعد protection of the uterine wall against invasion by the koreonic villi يقول لك بعديا بالمراحل المتقدمة راح تطلع فد villi او فد مثل ما نقول ايشي مثل التشجرات مع البلاسنتا يقول لك راح تبقيها هنا راح تخليها وين تخليها هنا بالاندومتريوم ما تخليها توصل للمايومتريوم لان وصل اذا وصل جزء من الجنين الى المايومتريوم ممكن يموت وممكن يصير ابورشن اوكي فهذا site of implantation اثنيا تحمي اليوتراين وال من الانفاجن مع الكوريونيك فيلاي اثلاثة تنطي نيوترشن للامبريو بالبداية لان ماكو بلاسنتا يعني ماكو ماشين متغذي الطفل فهي راح تغذي هذه الدسجوة وبعضيين الدسجوة هي اللي راح تكون لي البلاسنتا يعني تساعد بتكوين البلاسنتا اذا هس الدسجوشن وظائفه site of implantation وتحمي اليوتراين وال من الكوريونيك فيلاي وتنطي نيوترشن للامبريو وتكون بعدين يعني تشارك في تكوين البلاسنتا الدسجوة يقولون لك ان هذه البلاستوسيست هذه البلاستوسيست حتى لا تنسوها البلاستوسيست حتى لا تنسوها متكون من الآخر المتعامل هذه البلاستوسيست إذا حصل إلترحيها سيكون الـ 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 سيكون الـ تطور سيكون تغير شكل مالته سيكون الـ الـ طبقة متصلة بالـ بلاستوسيس والطبقة من فوق سيسميها والطبقة الباقية ما بها جنين اسميها الـ السودة منطقة اتصال الـ والـ المنطقة تحيط بيمن والـ المتبقي ما بها جنين سيكون الـ اللي هي المنطقة اللي متصلة ويمن وهي البلاستوسيس الدسجوا كابسولاريس هاي سوبرفيشيال لير تغطي البلاستوسيس اللي هي الخضرة والدسجوا فيرا اللي ريست ما للدسجوا اللي هو هذا يغطي اليوترس يعني ما عالية بالجنين اللي هنذن نفسه نشوف هاي دسجوا بيزاليس دسجوا كابسولاريس وهذا هو الدسجوا فيرا الباقي فورميشن أوف كوريون هسا قلنا احنا لما صار البلاستوسيس قسم لي الخلايا اللي موجودة لم يكن تتقسم بعد اكثر الى نوعين من الخلايا خلايا مخربطةầu خلايا مرتبة الخلايا مخربطة اسميها سنسيتيو تروفو بلاست، والخلايا اله مرتبة اسميها سايتو تروفو بلاست هن الخلايا المخربطة اللي صارت نتيجة التمايز بالتروفو بلاست وه Bleist ثالثروفو بلاست تصبح لتمايز سيتكوال لنوع من الخلايا خلايا واسمها سانسيتوتروفو بلاست التي تكون مخربطة والخلايا وهي سايتو تروفو بلاست التي تكون مرتبة اوكي وره سيتكون شيء عندي اسمه كوريون ماذا يعني كوريون؟ هاي السايتو تروفو بلاست ستتخل وتدفع السنسيتوتروفو بلاست لبرا وهذا ستصبح الشكل في معلتها هل هنا توقع الصورة م موجودة من الموجودة نبدأals تقريباً تبداً سوى أن تدفع السنسيتوتروفوبلاست الإنسان فإن لكا حتى تكون أشكال مثل الأصابع يسمى حالة الأصابع يسمى كوريون وتضمد بطانتك عبارة عن CytoTrophoblast لأننا قلنا السايتوتروفو بلاست هي اللي دفعت السايتوتروفو بلاست وصعدتها لفوق فرح تطلع للسايتوتروفو بلاست على شكل أصابع والبطانة مالتها عبارة عن شنو عبارة عن سايتوتروفو بلاست هاي يسموها برايماري فيلاي إذن هسا البرائماري فيلاي هي عبارة عن سايتوتروفو بلاست و سايتوتروفو بلاست إذن شنو الساكنداري فيلاي الساكنداري فيلاي هي البرائماري فيلاي نفسها و هي كور أوف ميزودرم يعني البطانة ماردة راح تصير اسمها ميزودر مهي بعدين راح تأخذوها او ما تفيدكم هسا اصلا بالعجل النهاي زين فالسكندر فيلاي هي عبارة عن برايماري فيلاي وياها كور أوف ميزودر الترشير فيلاي هي سكندر فيلاي وياها بلاد فزل أو فيتل بلاد فزل لحدنا واضح يعني هي نهاية هاي محاضرتنا لهذا اليوم فهسا اللي عرفنا انه هو الفرتليزيشن واللي راح تصير باليوم يا يوم الفرتليزيشن وراح يصير باليوم السادس او السابع بالانتيرير او فيلاي ويوتراين ووجد شو وقت تتكون او الموري لها عبارة عن 16 خليه وراح راح تكون عند البلاستوسيس عبارة عن ثروفو بلاست وإمبريو بلاست ثروفو بلاست بعدين راح يصير السنسي تروفو بلاست و الساي توفو بلاست السنسيتهم خربطة والسايتوم رتبة وراح اخذنا في هذه الأمور أنه يابل السبيرم وراح تجي وتدخل لل فrophyجائنا وبعدين للسيرفيكس وبعدين لليوترس ويصير الامبلانتيشن باليوم الاربع طعاش وين بالضبط بالامبولة أوفوتر وهذه الأمور زين فالهنا تخلص محاضرتنا هذه المقدمة عن الأوبستاتريكس إن شاء الله تكونوا تستفادوا منها شكرا جزيلا